بث ناشطون على شبكة الانترنت شريطين مصورين يظهر الأول ما قالوا إنه استهداف لمقار الجيش السوري الموجودة في قرى محافظة ريف اللاذقية فيما يظهر الثاني دخول ذبابات تابعة للمعارضة المسلحة قرية أستربة في المحافظة ذاتها وفي كل الشريطين الذين لم يتح التأكد من صحة مصدرهما ذكر الناشطون أن هذه العمليات تأتي في إطار استكمال ما سمته المعارضة معركة تحرير الساحل